فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية قال ثم إن الصراط المستقيم هو أمور باطنة في القلب من اعتقادات وإرادات وغير ذلك وأمور ظاهرة من أقوال وأفعال نعم الصراط المستقيم هو ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا الدين وهذا الدين يكون أعمالا ظاهرة وأعمالا باطنة الأعمال الباطنة ما يكون في القلوب من الاعتقاد الصحيح والإيمان الصادق والخوف والخشية الخوف من الله والخشية من الله ومحبة الله سبحانه وتعالى هذه من أعمال القلوب أو يكون ظاهرا على اللسان وذلك بالكلام الطيب والذكر والتلاوة القرآن والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والكلام الطيب مع الناس أو يكون بالجوارح كالصلاة والصيام والجهاد في سبيل الله أو يكون بالأموال كالزكاة والصدقات التطوعية والتبرعات الخيرية فإن هذا الدين شامل هذا الدين شامل ولله الحمد لكل خصال الخير من واجب ومستحب من عمل ظاهر وباطن نعم قال وامور الظاهرة من أقوال أو أفعال قد تكون عبادات وقد تكون أيضا عادات في الطعام واللباس والنكاح والمسكن والاجتماع والافتراق والسفر والإقامة والركوب وغير ذلك والغرض من بيان الصراط المستقيم هو ما كان في أمر العبادات أما ما كان من أمر العادات فهذا من المباحات هذا من الأمور المباحة لا يثاب عليه ولا يعاقب عليه المباح هو ما يتساوى طرفاه فلا يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه وهذا مثل المشي والنوم والركوب ولبس الثياب وأكل الطعام والشراب بشرط أن تكون هذه الأمور داخل حدود المباحات وأن لا يكون فيها إسراف وتبذير نعم اشتركوا في القناة